مرحبا بكم في امريكا تشارت تعليم تدريب تطبيق ومحاكاة هنتكلم عن سهم XYZ و TTG و MU اللي هو مايكرون تكنولوجي بناء على طلب السادة الكرام المشاهدين نبدأ بXYZ Block Incorporation مبدئيا السهم طبعا في اتجاه هابط إلى حد كبير بدأ يتحول إلى متوسط الأجل وخلي بالكم كنا رسمين هذا الاتجاه الهابط مع بعض قبل كده لما ربطنا بين القمم الهابطة بخط اتجاه نازل ولكن بكسر خط القناة بفجوة سعرية طبعا هابطة اجبرنا ان احنا نرسم خط تالت موازن علشان نشوف سمك الضغط البيعي رايح لفين بعد كسر خط القناة طبعا زي ما حضراتكم شايفين واضح جدا انه فيه بغط بيع يقوي جدا بيجبر السهم ينزل تحت خط القناة التامي وحصلت في المرة الأخيرة بتاعة التعريفات الجمهورية الخاصة بترامب وكسر بيها دعما شهريا طويل الأجل حول 55 دولار وفي نفس الوقت كسر خط القناة يعني كان كسر وقتها دعوما مزدوجة الا ان تعافي السوق نوعا ما خلال اليومين ثلاثة الأخيرة مساعد السهم شوية يرجع يرتكز تاني عفوا فوق مناطق خط القناة طيب انا علشان اطمئن لحركة ارتدادية الاعلى ستصنف قصيرة الأجل مؤقتة ضمن او ضد عفوا الموجة الهابطة الاكبر محتاج ايه علشان اشوف تصحيح ارتدادي تعالوا نشوف التفاصيل قصيرة الأجل محتاجين طبعا بجانب شمعة السيطرة الشرائية اللي حصلت دي كان يستحسن حجم التداول فيها يبقى اعلى من كده بكتير هو حجم التداول اعلى من المتوسط بشكل طفيف لكنه ليس مميز المهمة في الحركة السعرية ايه المطلوب الارتكاز فوق الخمسة وخمسين يومين ثلاثة كمان كلما زادت عدد الايام الخاصة بالارتكاز فوق مناطق الخمسة وخمسين دولار كلما كان ذلك تأسيسا ويرجح كافة مواصلة رحلة الارتداد لفوق بمستهدفات ليست بعيدة فأقرب مقاومة عند أقرب قمة يومية قصيرة الأجل حول 63 و 64 ثم نجد خط القناة التاني بيتمحور ما بين 65 و 66 يعني احنا بنتكلم في مستهدفات تقريبا 2 دولار ما بين 64 إلى 66 يعني لو الارتداد جه بسرعة يبقى بنتكلم في سمك ارتداد منطقة مقدرها 3 دولار بدلا من 2 دولار ما بعدناش كتير نخلي بالنا صمام الأمان لمراكز الافتراضية المفتوحة عند مناطق 47 دولار وهي الحافة السفلية للشوكة الارتدادية اللي حصل منها التعافي أو إلى ما شئنا دقة التماسك عند كام عند 46 دولار كسر تلك المستويات الاسفل مع اغلاقات يومية ادعى للتخارج من المراكز الافتراضية بينما الاغلاقات الاسبوعية ادعى عفوا اسف اه كسر 46 مع اغلاقات يومية ادعى للتخفيف من المراكز الافتراضية المفتوحة بينما كسر اسبوعي ادعى للتخارج بالكامل من المراكز الافتراضية المفتوحة وننوح ان الارتداد المسافة اللي طاعة الاعلى بالنسبة لظروف السوق وبالنسبة لظروف السهل مش بعيدة ما بين 64 ل66 ولو حظ ما كويس 67 حتى يجد جديد طيب دا كده سهم بلوك او xyz ننتقد الى trade disk هنلاحظ ايه طبعا هنلاحظ ان العنف الحاصل في الهبوط وصل السهم لمناطق دعم شهرية طويلة الاجل بسرعة طب فين مناطق الدعم الشهرية طويلة الاجل اللي بسرعة وصل اليها هي عند مناطق 40 دولار هل وصول السهم لمناطق ال40 دولار معناه ان السهم خلاص اصبح ايجابي وصالح للدخول التلقائي الافتراضي وصالح للتداولات الورقية بشكل تلقائي لا لكن اهمية المستوى الذي وصل اليه trade disk اهمية قوية نركز مع بعض في قوة الدعم الشهري الذي اقترب منه هو لسه يعني على بعد 9 دولار منه لكن بحكم الزبزبة وعنف الهبوط اظن الوضع محتاج شوية صبر لكن لو ركزنا هنلاحظ انه اختبر هذا المستوى ونجح في الارتداد منه مرة واختبر هذا المستوى ونجح في الارتداد منه تاني واختبر نفس الات المستوى انا بتكلم عن ال40 دولار نجح في اختبارها 3 مرات طبعا على اطارات زمنية طويلة الاجل للغاية بتكلم على دعم شهري عملاق طويل الاجل طيب لو ركزت في كل مرة بيختبر فيها ذلك المستوى بتلاقي بياخد شوية وقت يعني ممكن ياخد شهرين 3 شهرين 3 اربعة خمسة شهرين 3 فاحنا لسه مازلنا في انتظار الاختبار الاول والتلامس الاول ما بين الدعم والارتداد هتقول للفريد ما حصلش يطار السهم دون ما ان يلامس بحكم التاريخ ممكن يعاود اختبار تلك المناطق مرة اخرى قبل الارتداد الاعلى هتقول ليه ماذا لو ارتد الاعلى دون ملامسات اخرى هل خلاص يا سيدي نصيبك كده طيب تعالوا نتكلف التفاصيل قصيرة الاجل هنلاحظ زي معظم اسهم السوم فيه شمعة ارتدادية فيها سيطرة شرائية لكن برضو تفتقد لحجم التداول المتميز نفس اشكالية اكس وايزل او نفس اشكالية بلوق حجم التداول مش مميز مش مطمئن نفس القصة في سهم ذات ريد ديسك بالرغم من اقترابه الشديد من مناطق دعم شهرية طويلة الاجل هذه المناطق التي تصنف دعم شهري طويلة الاجل طبيعي وبديهي ومنطقي يبدأ يظهر عندها مشترون ذوي اطارات زمنية عملاقة زي بنوك شركات مؤسسات رجال اعمال بمحافظ ضخمة وهكذا حتى الان ما ظهروش لانهم لو ظهروا كان حجم التداول يبقى متميز عن كده بكتير ما ظهروش لسه وبالتالي ثقتي في قوة الارتداد ضعيفة انا محتاج وقود لدفع السهم الاعلى هذا الوقود حتى الان مش موجود فدعونا نفترض ان النمط السعري الخاص بالشموع اليابانية سيساعد على تحسن اداء ذات ريد ديسك تمحاطي في السهم مش بعيدة واحد وستين اقرب مقاومة يومية قصيرة الاجل ادي اول محطة بالكتير اوي لو حظ ما حلو والسوق تعافى اكثر والسهم ظهرت عليه شوية اخبار ايجابية ممكن بالكتير اوي نروح نشوف مناطق حول الخمسة وسبعين دولار صعب اثق في اي موجة ارتدادية طب انا عايز سيناريو عامل ازاي عايز سيناريو بهذا الشكل يرتد ينزل يرتد الاعلى فوق الواحد وستين تاني ويتماسك فوق منها اسبوع او اتنين ساعتها هنا ممكن اثق في السهم امتى بعدما ارتد الاعلى ورجع نزل تاني ارائب الارتداد التاني لفوق لو بحجم التدول مرتفع ابدأ اعلم عالمة صح ثبات السهم فوق الواحد وستين اسبوعين اعلم تاني عالمة صح وساعتها هنا ممكن يبقى كله اتحسن نوعا ما والارتداد الاعلى بالرغم من انه ما زال ضد الطيار العام الا انها يبقى فيه شوية ثقة افضل من الوضع الحالي يعني الوضع الحالي ببساطة اللي يرقبه من يمتلك مراكز افتراضية مفتوحة لكن اللي معاك هاشف افتراضي ويفكر في تداول ورقي يؤجل الامور شوية او يضحي بالفرصة شوية نظرا لارتفاع مخاطرة السوق كله الماركت كله فيه مشاكل وحرب تجارية لم تبرد ولم تنتهي بعد وربما تكون تبدأ ما بين امريكا والصين نهيك عن قرارات ترامب الفجائية التي ممكن تعصف بالسوق في اي لحظة وفوق ده كله السهم نفسه كان ضعيف قبل المشاكل دي كلها فنخلي بالنا ان دي مجموعة عوامل تصب الواحد عن استغلال الكاشة الافتراضي في تداول ورقي مستجد في لاتريب ديسك لكن طبعا من يمتلك مراكز افتراضية مفتوحة فصمام الامان عند الدعم الشهري المذكور حول 40 دولار كسر ذلك المستوى الاسفل مع اغلاق اسبوعين كاملين يستدعي التخفيف ثلاث اسابيع كاملة يستدعي التخارج من المراكز الافتراضية المفتوحة والارتداد يستغل لوصول السهم حول مناطق المستهدفة 61 ربما 75 لتقليص الخسائر الافتراضية الموجودة وليس لفتح مراكز افتراضية جديدة نظرا للمخاطر التي استعرضناها ختاما نتحدث عن سهم مايكرون تكنولوجي بناء على طلب السادة الكرام المشاهدين هللاقيه نائبا كان عندنا تخلق عرضي ما بين دعم ومقاومة الدعم كان عند مناطق 84 والمقاومة كانت عند مناطق 111 يعني سمك هذا الاتجاه العرضي كان تقريبا خلينا نقول 85 لمية ألي 15 و 11 يعني كان تقريبا سمك هذا الاتجاه العرضي 26 دولار كسر هذلك الدعم للأسفل و فشل الاتجاه العرضي في مواصلة الرحلة ده معناه ان احنا سنستهلف 26 دولارا دولارا للأسفل طب 26 دولارا يتخصموا من كام عفوا يتخصموا من 84 يبقى كده اخصم 84 اخصم منها 26 يعني احنا بنتكلم فيه تقريبا 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 كام 20 من 84 80 58 تقريبا خلينا نقول مجازا رقم سهل شوي خلينا نقول ان احنا بنستهلف الستين هتقول لي طيب ما هو اقترب من الستين ولا مس مناطق الستين او 61 او 62 اوكي ده معناه ان السامن لما يرتد الأعلى سيجد مناطق ال84 ايه ستعمل كايه كمقاومات لانها كانت في السابق دعم مرة اثنين ثلاثة اربعة خمس مرات متتالية كانت تعمل كدعم فبعد كسرها لأسفل بالقوة اللي حصلت طبيعي وبديهي تعمل كمقاومة ومقاومة يتعمل لها ألف حساب وبالتالي ارتداد مايكرون تكنولوجي نحو 85 ستكون فرصة من أجل تخفيف المراكز الافتراضية المفتوحة بغض النظر هذا التخفيف جاء على خسائر افتراضية ما زالت موجودة أو لجل حسن الحظ بشيء من التوفيق من عند الله يكون فيه أرباح افتراضية موجودة لكن في كلا الأحوال التخفيف من تلك المراكز أولى حتى وإن صعد فوق الخمسة وتمانين وارتكز عليها ساعتها نكتفي بالاحتفاظ بالمراكز الافتراضية المتبقية فإن فهبا للسابعة وتسعين أو الأعلى نواصل رحلة التخفيف من المراكز الافتراضية المفتوحة خصوصا لو كانت رحلة الارتداد كلها على أحجام تداول ضعيفة أو متنقصة إمتى الأمر يختلف ومخففش عند المية 11 ولا أتخارج من المراكز الافتراضية المفتوحة إلى ما وصله إليها إذا جاءت الارتدادة ما بين الخمسة وتمانين للمية 11 بأحجام تداول أعلى من المتوسط ومتزيدة ده معناه أن فيه دفع شرائي لأعلى وسيولة دخلة في السهل تمنعني من فكرة التخفيف أو التخارب حول المية 11 ووقتها أكتفي بالاحتفاظ كيف شوف هنا عندنا كم قرار مختلف لكوديشن تحت الاربعة والثمانين رجع فوق منها يبقى هون بس ده رجع فوق منها بحجم تداول ضعيف طب رجع فوق منها بحجم تداول عالي يبقى احتفاظ وخصوصا لو لا نسال 111 طبعا الأمور متدخلة والأمور متشبكة بقوة ولكن أنا هوقف الفيديو عندي كده علشان تصور اللقطة وتحتفظ بيها على الموبايل ختاما صمام الأمان لمراكز الافتراضية المفتوحة الآن عند 64 دولار كسر تلك المستوات الأسفل مع إغلاق أسبوع واحد أدعى للتخفيف من المراكز الافتراضية المفتوحة بينما إغلاق أسبوعين أدعى للتخارج من المراكز الافتراضية المفتوحة طب ليه 64؟ مش 60 بسبب عنف الزبزب الرهيب والتلاعب الشديد اللي عمالي يحصل بمستوى يصنف على أنه دعم أسبوعي طويل الأكل طيب هل يحتاج السهم ده مراجعة تاني؟ أكيد أولا عليه طلب من السادة الكرام المشاهدين ثانيا في قطاع الرقائق الإلكترونية المهم ثالثا إلى حد ما تابع بشكل أو بآخر لبقية أسهم القطاع فالعين هتكون على مايكرون تكنولوجي بناء على طلب السادة الكرام المتابعين أظن كده رؤية مجموعة الأسهم المطلوبة اتضحت كان معكم موائل يحيى خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين بالتوفيق إن شاء الله